الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هذه الآية كما سيأتي نزلت تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث حرص أشد الحرص واجتهد أشد الاجتهاد وبذل أقصى الوسع في هداية عمه أبي طالب عمه أبي طالب الذي كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره وقام بكفالته ورعايته والعناية به وأعانه بنفسه وماله وقرابته بدل في حق النبي عليه الصلاة والسلام جهود كبيرة جدا وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام فكان حريصا على هدايته ودخوله في الإسلام إلى آخر لحظة من حياة عمه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يكرر عليه النصح والدعوة والترغيب في الدخول في الإسلام لكنه ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد وله الحكمة البالغة مات على غير الإسلام مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب مات وهو يقول هذه الكلمة وأبى أن يقول لا إله إلا الله وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هدايته لكن ذلك الذي هو حرص المر على هدايته شخص أو أشخاص لا يترتب عليه هداية إلا إن كتبها الله لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ولهذا في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو حرصت على هدايتهم ولو بدلت ما بدلت من جهد ودعوة ونصح إن كان الله لم يكتب لهم هداية لا يبكن لهم أن يهتدوا مهما كان في آية أخرى قال جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم يعني الذي عليك البلاغ والبيان أما الهدى بيد الله سبحانه وتعالى يعني الآن قارن مقارنها نافعة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها في باب تقدم النفر الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يدعو الله عز وجل والصحابة من ورائه يؤمنون يدعو وهم يقولون آمين خيار الأمة وسادات الأمة ورائه يؤمنون يدعو على أشخاص أن يطردهم الله من رحمته وأن يقصيهم من رحمته وأن يبعدهم من رحمته يدعو عليهم باللعنة التي يضطرد من الرحمة هناك أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هم ظالمون لكن الأمر لله يتوب أو يعذب هذا الأمر لله ويشاء الله ماذا أن يتوب على أولئك ووصفهم الله بأنهم ظالمون والظلم هناك ظلم الشرك والكفر والمعادات للدين ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلموا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة يدعو الله أن يطردهم من رحمته والصحابة يقولون آمين وينزل الله عليه هناك ماذا ليس لك من الأمر شيء وهنا العكس النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص على ماذا على هداية أمه ودخوله في الإسلام يطمع نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر غاية الطمع كان حريصا على هذا غاية الحرص ويحاول مع أمه لا يزال يحاول معه إلى أن خرجت روح أمه وهو يأذى الدخول في الإسلام كما سيأتي معنا ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وهنا ينزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ما معنى من أحببت هدايته من أحببت هدايته من أحببت أن يهتدي من كان في قلبك محبة عظيمة لأن يهتدي لأن يدخل في الدين لا تملك ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه وأعلم بالحقيق بالهداية والجدير بها والمستحق لها بفضل الله ومن سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين لا تهدي هذه هداية نفيت عن من الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت المقصود بهذه الهداية المنفية المقصود بها هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام شرح الصدر للإسلام هذا بيد من أفمن شرح الله صدره للإسلام هذا بيد الله هو الذي يشرح الصدر هو الذي يجعل القلب يقبل و يدخل في في هذا الدين فهذه هداية هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام هذه بيد الله هو هو الذي سبحانه وتعالى يضعها في القلب الذي يشاء القلب الذي يريد سبحانه وتعالى الأمر بيدهم لكن هناك هداية في القرآن وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في الآية الأخيرة من سورة الشورى قال الله تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مستقيم أثبت له هداية وهنا نفع عنه هداية والقاعدة عند العلماء أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي عندنا هداية مثبتة وهداية منفية الهداية المنفية في قوله ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحبب هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام هذه ليست إلا لله وحده سبحانه وتعالى ليست إلا لله وحده سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء مثل ما قال أفمن زين له سوء عملي فراه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هو العليم بخلقه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله حكمة بالغة أما هداية الدلالة والإرشاد في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم معنى تهدي أي تدل ترشد الآن حتى يتضح لنا في قصة عم أهد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أو لم يهده أجيبه هداية الإرشاد إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أهد عم أو لم يهده هدا أرشده هداه أي أرشده علمه ما قبل عم هداية الإرشاد هي وظيفة الأنبياء عليهم صلى الله وسلم وقد بدل غاية وصع مع عم في هداية الإرشاد يا عم يا عم قل لا إله إلا الله هذه هداية إرشاد هذه هداية إرشاد هذه التي بيده إن عليك إلا البلغ هذه بيده التي هي هداية الإرشاد فإذا ما هناك تعارض بين قوله إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي لأنه نفى عنه هداية وأثبت له هداية والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي ما هي الهداية المنفية هداية التوفيق وشرح الصدر ما هي الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد هداية الدلالة والإرشاد قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هذا الآن عندنا هذا باب عندنا في كتاب التوحيد باب في كتاب التوحيد كل باب تقرأه لابد أن تعرف صلة الباب بالكتاب هذه هذه مهمة في كل باب تقرأ لابد أن تعرف الآن صلة الباب فما صلة باب إنك لا تهدي من من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للرد على من تعلقوا بالمقبورين الموتى من أنبياء أو صالحين تعلقوا بهم يقصدون قبورهم لدعائهم لسؤالهم لطلب حاجاتهم منهم من المقبورين يطلبون منهم هداية يطلبون صلاحا يطلبون نجاة يطلبون فوزا يطلبون سلامة فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة فالرد على هؤلاء الذين يعتقدون في المقبورين سواء من الأنبياء أو من منهم دونهم من الصالحين وعموم عباد الله فهذه وجه العلاقة في الكتاب الرد على من يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر فينبني على ذلك سؤالهم المطالب مطالب الدينية والمطالب الأخوية وسيأتي معنا في سبب نزول الآية ما يوضح هذا المقصد العظيم وإذا علم من خلال هذه الآية أن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وسيد ولد آدم والذي جاه عند الله أعظم جاه ومكانته عند الله أعظم مكانه صلوات الله والسلام عليه لا يقدر لا يقدر أن يهدي من أحب هدايته إن لم يكن الله أراد له هداية لا يقدر على ذلك فها هو حرص على عمه واجتهد ودعى وبدل ونصح وكرر وحاول صلاة الله والسلام عليه وما تعمه على غير الهداية ما تعمه على غير الهداية فهو لا يملك لا يملك من أمور الهداية أمور العباد ما يملك شيئا مثل ما تقدم معنا في الآية الأولى ليس لك من الأمر شيء وقال وأمرها الله عز وجل أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر فضلا عن أن يملك لغيره النفع والضر بيد الله هو وحده سبحانه وتعالى النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل الخافض الرافع الهادي المذل بيده كل شيء فلا يلجأ إلا إليه ولا يدعى إلاه ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيء من العبادة إلا له هذا مقصود مقصود إرادة هذه الترجمة قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نام قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المجتمل على ذكر سبب نزول الآية إنك لا تهدي من أحببت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه وقال لما حضرت أبا طالب الوفاة لما حضرت أبا طالب الوفاة لما حضر أبا طالب الوفاة أبا طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن يستحضر في هذا المقام من هو أبو طالب في وقوفه مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان شفيقا عليه رحيما به ناصحا مجتهدا ذابا عنه بماله وولده ونفسه وعرض نفسه أيضا للأواء وشدايد في دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا بذل جهد كبيرا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام إثنان من رؤوس المشركين كان عنده ويحتمل أن المسيّب بن حزن كان موجود أيضا الذي يروي ما حصل فيحتمل أنه يحدث بشيء كان حاضرا وهو من بني مخزوم وهو من بني مخزوم فيحتمل أن يكون حاضرا في ذلك المجلس قال وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام هذان رأسا من رؤوس من رؤوس الكفر عند رأسه جال هشام وبدأ يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وهما يثنيانه عبد الله بن أبي أمية وبو جهل يا النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد وهما يثنيانه كما سيأتي معا إلى أماته وهو يقول هو على ملة عبد المطالب إلى أماته وهو يقول هو على ملة عبد المطالب عنده ثلاثة أشخاص كلهم كفار المسيّب هذا كلنا احتمال قوي أنه كان موجود ويروي ما سمع وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وأبو جهل المسيّب أسلم عبد الله بن أبي أمية أسلم عبد الله بن أبي أمية أسلم انظر الأمر لله عبد الله بن أبي أمية جالس عند رأس عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل على ملة عبد المطالب بل على ملة عبد المطالب إلى أن مات النبي عليه الصلاة إلى أن مات أبو طالب ويقول هو على ملة المطلب كان إذ ذاك قرين ماذا قرين سوء كان إذ ذاك قرين سوء لكن كتب الله له هدايه أسلم والمسيب أسلم وأبو جهل مات على الكفر أبو جهل بن إنشان مات على الكفر وقتل في غزوة بدر ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره أنه وقف عليه بعد موته وأشار إليه قال هذا فرعون هذه الأمة قال هذا فرعون هذه الأمة ولما تتأمل في فرعون هذه الأمة أبو جهل وفرعون في قصة بني إسرائيل الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى لما تقارن تجد أن كل منهما كان خصما لدودا شديد الخصومة لدعوة الأنبياء وكل منهما قاد جيشا للقضاء على النبي هذا قاد جيش وهذا قاد جيش وكل منهما قتل في نفس الجيش الذي هلك في نفس الجيش الذي قاده ففي تشابه بين هذا وهذا والشبه من حيث شدة الخصومة والمعادات والعمل على وعد الدعوة وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل منهما مشترك في هذا فسماها أو وصف عليه الصلاة والسلام بأن فرعون هذه الأمة وكان يكن أبا الحكم ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بأبي الجهل أبو جهل لأن فيه جهل مطبق فيه جهل مطبق وضلال مخيم الحاصل أنهما كان عنده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم تلطف ورذك ولي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة منصوبة بدل من لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أحاج من المحاجة من المحاجة والمعنى أي أشهد لك بها عند الله لتنجو يوم القيامة من النار تنجو من صخط الجبار أحاج لك بها عند الله وهذا فيه أن العبرة بالخواتيم العبرة في الأعمال بالخواتين وفي هذا لو أن عمه قالها قالها معتقدا ما دلت عليه ومات على ذلك لنجى لنجى من النار ولا مات على الإسلام ولا مات على الإسلام لكنه عندها إثنان من رؤوس المشركين يثنيانه ولا يزالان به حتى مات وهو على ملة عبد المطلب فقال له انظر خطورة القرين السوم فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب يعني جاء بأسلوب الاستفهام مبالغة في الإنكار وبيان عظم هذا الأمر كيف وأنت في هذه المكانة وترغب عن ملة الأباء والأجداد هذه الآن هذه ملة الأباء والأجداد أنا دائما أسميها وهذا في ضوء النصوص أنا أسميها عقدة نفسية خطيرة جدا عقدة نفسية هذه أضرت بخلق على مدى التاريخ على مدى التاريخ أضرت بخلق بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذين إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هذا متكرر عبر التاريخ إباء عن قبول الدعوة بهذه العقدة إنا وجدنا آباءنا على أمة حتى هذه العقدة أنظرها في أصحاب البدع شخص الآن نشى مع أبوين على بدع مغرقان في البدع والضلالات ثم تبين له السنة وتصير واضحة عنده مثل الشمس فيأبى لا لشيء إلا أنه ما يريد يغير في دين نشى عليه مع والديه وأبويه وأهله فيأبى عقدة هذه ما يتخلص من هذه العقدة إلا من رحمه الله ولطف به وأنزل على قلبه منه سبحانه وتعالى هدايا وإلا عقدة خطيرة جدا ولهذا اتكأ فقط عليها ليعرفون قوتها في التأثير على من كان على مثل هذه الحال فقط اكتفى بها ما زاد عليها كل ما قال لقل لا إله الله أعاد له الكلمة نفسها أترغب عن ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب الشرك والكفر والوثنية وعبادة الأصنان قال أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في رواية فلم يزه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه يعني أنه ماذا بالغ وكرر وحاول واجتهد حريص أشد الحرز لكن ما كتب الله ما كتب الله له أن يهتي فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد يعني أعاد نفس الكلام أترغب عن ملة عبد المطلب وهذا كما قدمت فيه مضرة قرناء السوء خلطاء الفساد غاية في الخطورة على على الإنسان ويندم من من بولي في الدنيا بقرناء سوء أضلوه عن سواء السبيل يندم على صحبتهم ندامة ما تفيد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الدكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذوله يندم لكن ما تفيد ما تفيد هذه الندامة ولا تجدي فقرن السوء خطير جدا على صاحبه غاية الخطورة قال فكان آخر ما قال أي يا أبو طالب هو على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله هذا تأكيد من الراوي أنه امتنع امتنع أن يقول لا إله إلا الله أبى أن يقول لا إله إلا الله انتبه إلى مسألة الآن مهمة وعظيمة في باب التوحيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وهما يقولان له أترب عن ملة عبد المطلب ماذا تستفيد من أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط يقول له قل لا إله إلا الله وهما يقولان أترب عن ملة عبد المطلب أن هؤلاء كلهم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له يفهمون ذلك وترك عبادة الأصنام والأوثان والتعلقات الباطلة التي يملت عبد المطلب يفهمون أن هذا معنى لا إله إلا الله كان لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماذا قالوا فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء نوراته وفي موطن آخر أيضا يفتخرون بالصبر إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يقول عندنا كان صبر عظيم تحلينا به ولا كدنا نترك عبادة الآلهة صبر ما أقبح صبر على الشرك على الكفر على التعلق بالأوثان والأحجار على ما لا ينفع ولا يجدي بل يضر المضرة العظيمة يتفخرون بهذا الصبر كانوا يفهمون يفهمون أن أنها تعني ذلك يقول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون يفهمون أن لا إله إلا الله تعني ترك الأصنام ترك التعلق بغير الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ما زال النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليه حتى بعد موته حريصا عليه حتى بعد موته قال لا أستغفرن لك وفي رواية والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك ما لم ينزل نهي في منعي من ذلك ويقسم بالله يطلب من الله أن يغفر لعمه أنت انتبه لهذا يعني قوة الحرص في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على حرص على هداية عمه وما كتب الله لعمه هداية إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا هذا هو التوحيد المقصود بالترجمة لا يملك شيئا المالك للهداية المالك للنفع المالك للعطاء المالك لكل شيء رب العالمي لا يسأل إلا الله ولا ينتج إلا إليه ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى قال والله لا استغفرن لك ما لم أنه عن ذلك وينزل نهي عن ذلك وينزل نهي عن ذلك قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان لهم فنزل هذا النهي والمنع ووعد أو أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه ما لم ينزل نهي ونزل النهي عن ذلك ثم أنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاهد أجمع إمة التفسير أنها نزلت في أبي طالب أجمع إمة التفسير أنها نزلت في أبي طالب وحكمها ماذا عام حكمها عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه الآن كما أنها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام هي تسلية لكل داعية إلى الله إذا بدل مع قرابة مع جماعة مع صديق الله مع أي أحد كان أفرغ وسعه وطاقته في هدايته ولم يهتدي يتذكر هذا إنك لا تهدي من أحبب أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ليست إلا لله وحده جل في علا ففيها التسلية ويدرك من هذا كل داعية أن مهمة الداعية البيان دلالة والإرشاد توضيح بذلت معه وسعا كبيرا جهدا عظيما ولم يهتدي لا تأسى ما كتب الله لا هداية لكن أنت كتب الله لك الأجر أجر كتبت أجر كتبت عند الله عز وجل بدعوة اهتد أو لم يهتدي أديت الوظيفة ففيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية أيضا لكل من يدعو إلى الله وينصح لعباد الله أريد أن أشير قبل أن أختم إلى رواية في الصحية في اعتذار لو لا تعيّرني بها قريش يقولون ما حمله عليه يعني النطق بها إلا الجزع من الموت ما حمله عليه إلا الجزع من الموت لا أقررت بها عينك لا أقررت بها عينك يحبه يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة جدا محبة طبيعية يحبه ومثل ما يقال لا يريد أن يرد له طلب ومن يقرأ سيرته معه يعجب العجيب ما هو العجيب ما هو أن عم النبي عليه الصلاة والسلام في قرارة نفسه يعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو صح الأديان يعلم ذلك سبحان الله يعلم ذلك يعلم أن دينه هو أصح الأديان هو الدين الصحي يعلم ذلك بس هذه العقدة هي التي ردت وهذا هذا يعلم منه أن بعض الناس يتضح له الحق تماما تستبين له السنة ولا يتركها إلا لشيء واحد ما هو ما يريد أن يغير دين آباءه وأجداده شيء وجد عليه الآباء والأجداد وإلا عما كان يعلم اسمع ماذا يقول في أبيات أبيات الله يقول ولقد علمت ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا طيب ليش ما تسلم وأنت تعلم هذا العلم قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين أنا خاف أنه يعير يعيرونني يعلم أنه أصح الأديان ولا يمنع إلا أن يعير وهنا قال لولا أن تعيرني بها قريش عند الموت كان يقول لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك منعه يخاف أن يعير يقولون له تركت ملة أبائك أجدادك بدلت غيرت يخاف أن يعير بها هذه عقدة أثرت على خلق لا يحصي من الله سواء في باب الشرك أو في باب البدع والأهواء نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية نعم تفسير الآية عرفنا أن الهداية التي نفيت في هذه الآية هداية التوفيق وشرح الصدر أما هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال رحمه الله الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية نعم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحل فعمه مات على ذلك مات وهو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب فهذا تبين تبين فنزل نزلت هذه الآية ما كان للنبي أي ما ينبغي ولا يصح منه أن ما ينبغي ولا يصلح منه أن يستغفر لمن تبين له أنه من أصحاب الجحيم وهذا وهذا إنما يكون في من علم موت على ماذا موت على الكفر والشرك بالله عز وجل قال ولو كانوا أولي قربا يعني ولو كان أقرب قريب ولو كانت مكانته عظيمة نعم قال رحمه الله الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم تفسير لا إله إلا الله واضح معناها لا معبود بحق إلا الله هذا معناها ومقصود المصنف في سياق القصة كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل قل لا إله إلا الله قل لا إله الله كلمة وحاج لك بها عند الله فكانوا كل المجموعة الذين عنده عمه ومن حوله يفهمون المعنى يفهمون ماذا تعني ولهذا كان يقولان له بل على ملة عبد المطالب ومات وهو يقول بل على ملة عبد المطالب لأن لا إله إلا الله تعني ماذا ترك عبادة هذه الأشياء والتعلق بها وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهم يفهمون معنى هذه الكلمة بخلاف من الدع تجد أناس خاصة بسبب المدارس الكلامية يفسرون لا إله إلا الله قاصرين معناها على الربوبية قاصرين معناها على الربوبية يقول لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله لا خالق إلا الله لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا تعني في معناها ترك عبادة غير الله أيا أبا عمه هم يكرون أن لا خالق إلا الله هم يكرون ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله يكرون بذلك يكرون بذلك ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم يكرون بذلك والآيات في هذا المعنى في القرآن كثيرة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله قل من رب السماوات السبع ورب العرص العظيم سيقول الله فالآيات في هذا المعنى كثيرة هم يقرون فلو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله ما يمتنعون لأن ما تعارض على هذا المعنى ما تعارض عقيدة عندهم لكن كانوا يفهمون معناها كانوا يفهمون معناها ولأجل هذا امتنعوا من قبولها لأنها تعني إبطال عبادة غير الله وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة قال رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام نعم الشيخ يتكلم عن العلم بالمعنى عن العلم بالمعنى فيقول أبو جهل كان يعرف المعنى ومن حوله يعرفون معنى وعمها الذي مات على غير الإسلام يعرف المعنى ويوجد من يدعي العلم وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله إلا أنها تعني لا خالق إلا الله وهذا مكتوب في كتب كثيرة في العقايد يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ويدرسون أهل الطلاب لا خالق إلا الله لا رب إلا الله لا قادر يقن على الاختراع إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله هكذا يفسرنا فيقول الشيخ قبح الله من أبو جهل أعلم منه كلام عن العلم أعلم منه بأصل الإسلام أصل الإسلام هو لا إله إلا الله قال رحمه الله الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه نعم حاول وأكرر مرة معنا في الرواية قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه فكان حريصا أشد الحرص على هداية عمه لكن الله لم يكتب له هداية لحكمة سبحانه وتعالى أرادها لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ومن الحكمة التي تفيدنا نحن أن نعرف أمر التوحيد وأن الأمر فيه دل الله سبحانه وتعالى لما نقرأ هذه الكصة تزيد لما نقرأ هذه الكصة تزيد تعلق قلب الله المسلم الناصح لنفسه بمن بربه هذا هو التوحيد نعم قال رحمه الله السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطالب وأسلافه نعم لأن الحديث واضح مات وهو يقول هو على ملة عبد المطالب نعم قال رحمه الله السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك نعم يعني استغفر لعمه وعد وفعل ولما نزل توقف وعد وفعل ما وعد به صار يستغفر لعمه يطلب من الله أن يغفر لعمه فما غفر الله لعمه لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك قطع فيه من مات على الشرك هذا لا مطمع له بمغفرة الله سبحانه وتعالى لا مطمع له إطلاقا فيه رحمة الله أو مغفرة قال كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له أي لعمه فلم يغفر له بل نهي عن ذلك نزل أن نهي عن الاستغفار مع مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وجاهه العظيم عند رب العالمين نعم قال رحمه الله الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان نعم لأن قرين السوء يضر بصاحبه ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنة بداود وغيره المرء على دين خليل يعني صاحبه فلينظر أحدكم من يخاله فلينظر أحدكم من يخاله إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي إذا صحب الإنسان الردي جره إلى الردى وإذا صحب المستقيم المطيع لله جره إلى الطاعة المرء على دين خليله يعني دين صاحبه نعم قال رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر هذه خطيرة جدا مضرة جدا تعظيم الأسلاف والأكابر ولهذا هذه العقدة هي التي حالت بين أبي طالب وبين الهداية الهداية التي لم يكتبها الله سبحانه وتعالى له فهذه العقدة ردته قال هو على ملة عبد المطالب فهذا في خطورة تعظيم الأسلاف والأكابر قال رحمه الله لأن في جواب من يحتج بهذه الحجة القرآن أعطانا الله الجواب وكذلك ما أرسلنا من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهداء مما وجدتم عليه آباءكم أيضا ما تقبلون لو جئتكم بأهداء مما وجدتم عليه آباء خيرا لكم مما وجدتم عليه آباءكم هذه دعوة للنظر إنسان إذا نشى على دين آباء وأجداد ثم دعي إلى حق وإلى هدى وراءه واضح لا يغلق الباب بهذه الحجة ينظر لعل هذا الذي يدعى إليه أهدى وخيرا له وأنفع فهذه دعوة للنظر فمن ابتلي بهذه العقدة إذا دعي إلى الحق يعمل النظر جيدا فيما دعي إليه وليس هذا فقط بل يتوجه إلى الله صادقا أن يهدي قلبه توجه إلى الله صادقا أن يهدي قلبه يلح على الله اللهم أهدني حتى لو كان مشتبا يقول اهدني لمختلفة فيه اهدني للحق دلني على الحق نعم قال رحمه الله العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لإستدلال أبي جهل بذلك أعد قال رحمه الله العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لإستدلال أبي جهل بذلك نعم أبو جهل استدل بهذا تعظيم الآباء وتعظيم الأسلاف وتعظيم الكبار فإزالة هذه الشبهة بما تقدم قال رحمه الله الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته نعم الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته لو قال عمه لا إله إلا الله ومات عليها نفعته وحج بها النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله نعم قال رحمه الله الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها نعم اقتصروا عليها ما زادوا مع تكرار النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة لعمه ما كانوا يزيدون على كلمة واحدة أترغب عن ملة عبد المطلب يدركون أنها مؤثرة وقوية عندهم وعظيمة في تأثيرها في النفوس فيقول الشيخ التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغة النبي في دعوة عمه ما كانوا يزيدون على أن يقولوا أترغب عن ملة عبد المطلب نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أم لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا واجعلنا أجمعين هداتا مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت ظلنا فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة على نية وسرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وثق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وثقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وثق جميع أولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين مش في مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وقلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير